الكنز on your own بمفردك زي سيد يعني بيحاولوا يعقبوه عشان هو جابهم الرحلة على الفاضي ومتلعش فيه كنز ولا حاجة سو يوتيل ترلوني انت اقول لترنولي I would prefer to work for a man I can't trust ان انا افضل اني اشتغل مع رجل ممكن اثق فيه like him then with a group of pirates مش مع مجموعة من الكراسنة I'll tell him but how can I return to my ship from here ماشي انا هقول له بس عرفني ازاي ارجع للسفينة بتاعتي ده طبعا جيم بيسأل الراجل I have a boat فالراجل قال له انا معي اقارب I made it myself عملته بنفسي we could go to the ship when it's dark ممكن نروح به للسفينة لما تضل ما تضلم صادل لفجأة here is the sound of a gun سمعنا صوت سلاح يعني حد بيتراب طلقات نار they have started to fight واضح ان هم بدأوا يتشجروا I said we must be quick لازم نتصرف بسرعة I began to run back with Ben وبدأت اجري مع Ben اللي هو الراجل المجنون ده he gave me directions وكان بيعرفني الاتجاهات and ran easily next to me وكان بيجرب منتهى السهولة بجواري we heard more guns سمعنا اصوات سلاح then I saw a flag flying above some trees وشفت فيه علم بيرفرف فوق بعض الاشجار كنا وقفنا عند لما جيم قابل الراجل المجنون اللي كان قاعد على الجزيرة قديل وثلاث سنين لوحده وطلب منه انه هو يساعده في انه يعرفه على كابتن ترلوني اللي هو صاحب استفينة عشان يروحه بلده وانه هو برضو هيقدم المساعدة لترلوني هنا حد بيحكي فبيقول when the boats went to the shore لما الاوارب وصلت الى الشاطئ I talked to the captain اتكلمت مع القبطان سمولت and Mr. Trilouni وMr. Trilouni اللحظ هنا ان اللي بيتكلم ما هواش الطفل جيم النريتور بتاع الفصل ده ده دكتور لايف ساي يعني نخلي بالنا ان ده الفصل الوحيد في الترم الاول اللي مش جيم هو اللي بيحكي فيه ده دكتور لايف ساي هو النريتور there was no wind ما كانش فيه رياح اتقول اطلاقا so we could we knew we couldn't take the ship احنا عرفنا ان احنا مش هنقدر ناخد السفينة even if we wanted to attack the six men were on the ship with us حتى لو حاولنا نهاجم على الست رجالة اللي كانوا مع السفينة معنا then we heard that جيم هوكنز سمعنا ان الطفل جيم was on the island with silver على الجزيرة مع الكورسان سلفر اللي هو كان عامل نفسه طباخ انت هزمان ورجالته we were very worried about him وكنا قلقانين جدا عليه i decided about to the shore قررت ان احنا نبعت قارب الى الشاطئ with another man مع رجل اخر وكت رست نسق فيه called hunter اسمه hunter when we reached the island لما وصلنا للجزيرة we walked a little way then we found a small fort يعني مشينا شوية صغيرين لغاية ما لقينا حسن صغير it was big enough for about 25 people كان متسع لقدر الكافي ان هو ياخد 25 شخص and was very well defended وكان محصن جيدا it also had water وكان فيه مية then i heard a shout وسمعت صوت حد بيزع i thought that jam was dead كنت خايف لجم يكون مات we ran back to the boat جرينا للقارب and soon returned to the hispaniela رجعنا على السفينة بتاعتنا اللي اتفقنا من الاول انها اسمها hispaniela i told captain small وقلت للكبطان اللي هو الكبطان الرجل المحترم and mr. trelawney اللي هو مستأجر السفينة my plan على خطتي we quickly put food بسرعة حطينا الطعام والmedicine العلاج and guns والسلاح انزا بوت في القارب at the same time في نفس الوقت captain smallet اللي هو الكبطان ومستر ومستر تيرلوني صاحب السفينة ستوا سيلفر زمان قالوا لرجالة سيلفر اللي هو الكبطان اللي عامل نفسه طباخ برجل واحدة we're still on زي شيب اللي كانوا لسه موجودين على السفينة we have guns ان احنا معنا سلاح if you try to contact سيلفر لو انتوا حاولتوا تتواصلوا مع سيلفر you'll be dead هتموتوا they looked very surprised وهم كانوا مندهشين جدا يعني اندهشوا يعني ان الناس كانت عارفة حقيقتهم كانوا فاكرين ان هم مخضوعين طول الفترة دي i then took the boat بعد كده دكتور لايفسي بيقول ان هو اخد القارب back to the beach ورجع للضفة with hunter مع الراجل اللي بيسوق القارب and another seller وبحار اخر اسمه جويس we quickly took everything up to the fort واخدنا كل حاجة للحسن then i left hunter وسبنا hunter وجويس اللي اتنين البحارة in the fort في الحسن and returned to the hispaniela ورجعنا على السفينة we knew that silver had more men than us احنا كنا فاهمين كويس ان silver اللي عامل نفسه طبخ وهو كرسان معه رجاله اكتر مننا but we also knew that none of them had guns ولكن كنا عارفين ان ولا واحد فيهم معه سلاح we thought that this gave us an advantage ويعني احنا بنعتقد ان ده بيدلنا هميزة on the hispaniela على السفينة تيرلوني helped me to put food and more weapons ساعدني ان انا احط الطعام والمزيد من السلاح into the boat في القارب then we called for captain سمولت ندينا على الكوبتان ورد روس اللي هو الخادم بتاعة رلوني and a good sailor وبحر كويس اسمه ابراهام جري and they climbed into the boat with us وهم جم معانا الى القارب our journey back to the island وبدأنا رحلتنا مرة تانية ليه الجزيرة was more difficult than the others بشكل اصعب من الاخرين there were more people لان كان معانا ناس اكتر and supplies والتموين بتاعنا اللي هي الاكل والسلاح والحاجات اللي هم اخدوها so the boat was very heavy ده كان مخلي القارب تقيل جدا and very close to the water وكان قريب قوي من المية وهات to be very careful to prevent the boat from sinking فكلنا لازم نكون نتصرف بمنطقة الحرص عشان نمنع القارب من الغرق the wind blue from a different direction الرياح هبت من اتجاه مختلف to ايضا and we're not moving towards the beach near the fort وبقينا كده مش بنتحرج بالقارب ناحية الحسن اللي احنا نوين نروحه و never get to the beach وعمرنا ما هنرجع تاني او هنروح تاني للضفة ده دكتور لايف سي يعني بيقول انا اعتقدت ذلك و must keep in this direction لازم نفضل ماشين في هذا الاتجاه ده الكبطان اللي بيقول work hard اعملوا بجد be patient وكونوا صابورين شوية and we will arrive وهنوصل this then his voice changed بعد كده صوتو تغير قال the cannon he called i looked round and realized that the men were left on the hispaniela ادركنا ان الرجال اللي تسابوا على السفينة we're preparing a cannon كانوا بيجهزوا في مدفع we're moving so slowly احنا كنا بنتحرك ببطء شديد that we're not far from the ship فاحنا ما كناش بعيد عن السفينة it would be very easy for them to hit us فكان سهل جدا بالنسبة لهم ان هم يضربونا بالمدفع يعني تيرلوني stood up with a gun في وقف وفي ايده مسدس and fired at the virus واطلق الرصاص على القراصنة and one of them fell واحد منهم وقع we heard a cry from the ship وسمعنا صوت صرخة من السفينة and another from the beach وصرخة اخرى من الدفة we saw that the other pirates وشفنا ان باقي القراصنة we're getting into the boat راحوا في القارب go as fast as you can sit captain small فالكوبتان بيقول يلا بسرعة بقدر المستطاع if we don't get to the beach لو احنا ما روحناش الضفة وwe're finished يبقى احنا كده خلاص انتهينا they are only using one boat هم بيستخدموا قارب واحد فقط the other men باقي الناس are walking to the beach ماشين ناحية السفينة to wait for us منتظرنا it's a long way for them بالنسبة لهم ده طريق طويل تران ان هم يجروا sit captain small it's a race ده بيعتبر سباق to get there first من اللي يروح هناك الاول we moved fast قعدنا نتحرج بسرعة and the windows not so strong والرياح ما كانتش قوية نير ده بيتش بالكرب من الضفة however ومع ذلك تريلوني fired his gun اطلق المسدس بتاعه again which made us all move to one side of the boat ودخلنا تخضينا وروحنا رايحين كلنا في جانب او في ناحية واحدة من القارب it started to sink عشان كده القارب بدأ يغتس او يغرق but we were in justice refeed of water كنا ساعتها على بعد يعني على سطح المية على بعد ثلاثة قدم فقط من العمق it wasn't difficult to walk to the beach فما كانش صعب علينا ان احنا نمشي لغية الشاطئ but we had lost many of our supplies بس المشكلة ان احنا فقدنا كثير من الامدادات او التموين اللي معانا in the water وقع في المية including some of our guns بما فيها بعض السلاح there were no voices in the trees وكان فيه اصوات في الشجر and we knew that the pirates وعرفنا ان القراصنة were near قريبين مننا we try to get to the fort حاولنا ان احنا نروح للحسن before the pirates قبل القراصنة go to the beach ما يوصلوا ليه الشاطئ we all ran as fast as possible جرينا بسرعة بقدر المستطاع and the at last في النهاية we saw the fort in front of us شفنا الحسن امامنا at the same time في ذات الوقت seven pirates سبعة من القراصنة arrived at the other side of eight وصلوا للجانب الاخر the pirates القراصنة looked surprised they can شكلهم مندهش to see the fort and stopped وتوقفوا this gave us time to fire our guns وده دينا وقت عشان نضرب نار من السلاح بتاعنا and they quickly turned and ran into the trees وهم جريوا ناحية الاشجار behind them before we could enter the fort وقبل ما نقدر ندخل على الحسن وهير another gunfire سمعنا صوت اطلاق رصاص اخر and poor red rose والخادم بتاع mister تيرلوني اللي هو اسمه red rose fill down وقع we quickly picked him up شلناه بسرعة and took into the fort ودخلناه داخل الحسن but it was too late ولكن كان الوقت فات he was dead هو كان مات تيرلوني was very sad يعني تيرلوني زعل جدا على الخادم بتاع red rose had been a good servant تهم عشان هو كان كويس قوي captain smolet put up a flag inside the fort حتى علم داخل الحسن and counted the supplies وقعد يعيد فيه الامدادات اللي معاهم and ask me وطلب مني او سألني how long we will have to spend on this island هنفضل وقت قد ايه على هذه الجزيرة دكتور رايفسي بيقول in England i told بلاندلي احنا في انجلترا انا قلت لبلاندلي that if we were not back by august لو ما رجعناش على شهر اغسطس to come القادم and find us يجي ويدور علينا i explained we need the supplies احنا محتاجين الامدادات that were lost in the sea اللي فقدناها في البحر ده رأي الكوبتان سمولت وذو دين بدون الحاجات اللي وقعت في البحر وهاف enough supplies until july only الاكل والامدادات هتكفينا لغاية شهر يوليو فقدت لها شهر سبعة at that moment في هذه اللحظة we hear the gunfire سمعنا صوت اطلاق نار and the fort was nearly hit يعني الحسن اتضرب they can see the flag said ترنولي وترنولي قال ان هم ما شافوا العلم وشو دا تيك الدون لازم ننكس العلم او ننزله عشان دا كان كده علامة ليهم هم ما شافونا فكابتن سمولة الكوبطان بيقول نولا وكيب the flag هنخلي العلم مكانه لان دا هيوضح للقراسين ان احنا مش خايفين منهم الاطلاق الرصاص بتاع السلاح استمر ولكن كان مستحيل to hit anyone inside the fort ان نضرب اي حد جاست ذان ويهير دا سام وان كولنج سمعنا حد بينادي دكتور مستر ترنولي كابتن are you there يعني حد جاي بينادي على الرجال التلاتة الدكتور وصاحب السفينة وكبتان السفينة اي ران تو دا دور الدكتور بيقول انا جريت عند الباب بتاع الفورت اللي هو الحصن ووجدت الطفل اللي هو البطل بتاعنا جيم يعني امن بسلامة الله اشتركوا في القناة